السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنت تمنى تكونوا بخير وفي صحة جيدة ان شاء الله والله يسمعكم الى اخبار الخير هذا المساج كم واطع مغربي بغيت نشكر هذه الناس هذو هذه رسالة شكر وتقدير لهذه الناس هذو الرجالات البلاد كيف ما كنسميهم من أطباء من ممرضين من أساتذة من جنود من شرطة من قياد من رجال نظافة هذو الذين مستحقين قاتلين و هم الذين시에 ستoubl prejudice هم الذين يستحقون من قبل وقار المغربة وكل التقدير وكل الحب وكل الاحتران لانlinesهم فى الازمات اللعين وقال الرجال الكيف ما كنسمي هذا اول م站 الحقيقيهosing اللعين نحافظ علي المشد كيف يكونوا في شدة كيف يكونوا في شدة من ذلك المطربين ومضحكين ومضحكين وغير هذه الناس كيف يلقون العصر ومع هذه الناس المساكناتهم مضحين وعندهم عائلات وعندهم أسارهم ومساكنهم خارجين نحن ندخل ونحن نأونهم ونحن نفعل ذلك ما يقولون لنا نقلصوا في ديورنا ونطبقوا ذلك ما يقولون لنا لنعونهم ونعونهم مساكنة ومارا يتقاتلوا وصراحة الناس هذو يستحقوا بزاف صراحة لأنهم يرى الناس كاملين في هذه القطاعات الخلصة كل واحد فيهم الاجمعينهم كاملين ما تساويش خلصة برلامانية لأنهم مساكن الناس صراحة في المغرب مهمشين يالله 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 بدأك يحس بمسؤولية لهم وبدأك يحس بأن هذه الناس ركاد ضربتها مارا مقعول والله يعملهم على عمالهم ونحن نساعدهم نساعدهم وباستطاعتنا نساعدهم نساعدهم باش نقلصوا في ديورنا ونطبقوا ذلك ما يقولون لنا حتى يدوز إن شاء الله هذه الأزمة بخير وعلى خير ومن ذلك سأعرف المواطنين المغاربين يعرفوا بأن هذه الناس مخصم احترام مخصم تقدير لأن هذه الناس هم الوجهة في أي أزمة في أي حاجة خيبة كان صبقهم هم الولين وشكرا لكم شكرا على التضحية ديالكم وشكرا لكم لقاء المجالات هذول التي تقاتلوا باش سلامة المواطنين تبقى بخير وعلى خير والساعة ساعدة لكم كاملين مع السلامة تمنى تكونوا بخير ترجمة نانسي قنقر شكرا مع السلامة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة